طاقتك رح تكون نارية حتى يعني انسى انه انت برج ناري طاقتك رح تكون نارية البرج غير عن الطاقة طبعا رح تكون نوعا ما عصبي يمكن احزر من هاي الشغلة يعني حبيبي هاي الفترة بدنا ننسى كل الابراج بدنا ننسى العصبية هاي الفترة عم بشوفك كتير عم بتكتم في في حالك عم تكتم امور كتير حصلت على اسرار كتير عم بتخبر تبعك او ماسك حالك بالزور بدك تنفجر باي لحظة ممكن تكون فشايفيتك يعني عم بتحاول تسيطر على الامور وعم بتحاول تسيطر على نفسك عشان ما تعصب عشان ما تطلع اللي بقلبك لانو ازا طلعت اللي بقلبك كل اللي حواليك رح يزعلوا خلينا نشوف اول شي بصفة عامة بعدين بنشوف عاطفيا خلينا خلينا نقلب الآية بالابراج الماضية كنا نقرأ هذا عام وهاي عاطفية خلينا نقلب نشوف هذا عام وهديك عاطفية الاوراق ان شاء الله يكون شهر خير على الاسد وعالجميع شايفي طاقتك كتير حلوة هاي الفترة شايفك عم بتكون كرييتف كتير هو اساسا الاسد مبدع فعم اتطلع هاي الطاقة عم بتطلع شغلات جواتك كنت مخبيها يمكن مواهب عم تهتم هلأ بموهب معينة او شغلة عندك نقطة قوة كنت بتطنشها او ما كنت تستغلها لون الاصفر طاغي يعني في طاقة في زي ما قلتلك فيري يعني حتكون حتكون ناري الله يستر ما تعصب يا برج الاسد لان هاي الفترة راح تكون شوي نوعا ما بتحتاش لجلد لصبر فخلينا نشوف لكن الاوراق بشكل عام انا شايفيتها يعني رايحة للأحسن خلينا ناخد كل كرتين فوق بعض عندك هون عم بشوف نهاية اه ممكن تكون نهاية عمل بداية عمل جديد نهاية مشروع بداية مشروع انجح اه شايفي في عندك كمان اللي هو اه انغدرت من ناس كتير لسه رح تنغدر من شخص واحد ولكن مش عاطفيا لانه هاي القراءة مش عاطفية هذا هذا بشكل عام اه رح تنغدر من شخص اما على صعيد اجتماعي على صعيد عمل اه ولكن هاد السيف نفسه اللي هو انتصر عليك فيه او كنت موهوم موهوم انه هو انتصر عليك فيه نفس السيف نفس السلاح رح تستعمله اه ضده فعم بشوفك انه حكيم كتير في هاي الفترة هاد الكرت طلع مقلوب اه عم بتحاول يمكن توازن توازن بين موضوعين توازن بين شغلتين ولكن اه عم بتحس انه انت ما عم التوازن لذلك او في عندك فرسطين عم بتلتقط وحدة وتترك وحدة ممكن يكونوا فرسطين عمل او الانتقال من عمل لعمل فعم تختار اه واحد منهم عم بشوفك هون ماشي وكأنك اليك كسلان فترة اه ما عندك جلادة ما عندك اه يعني فيه شوية كسل كنت تمر فيها شايفيتك بالفترة الجاي بتعوض هذا كل ياته رح تركض ركض يعني رح تحاول انه اه يعني اتعوض الوقت اللي انت كنت قاعد فيه او انت كنت يمكن قاعد كنت من يعني بدون عمل وصار فيه عمل فعم تركض ركض في هذا الموضوع بشوفك كتير مستعجل على الفلوس كتير بدك او بحاجة ماسة اه لمبلغ كبير مش مبلغ صغير فعم تحصل عليه ولكن اه بجهد يعني بتعب او بعض محاولات هون بشوف قلتلك عم بتطلع موهبة من عندك او فيه سكل معينة انت عم بتطورها في حالك لحتى انك تحصل اما على عمل اما على شي معين لكن هون بشوفك كتير حلو يعني هاي الفترة عم بتكون كتير يعني كريزمتك عندك حضور كتير هاي الفترة شايفة انك ماسك يعني هون منتصر هون في انفينيتي ما لا نهاية يعني منتصر بشكل كبير ويعني حتظلك فترة طويلة منتصر ولكن زي ما قلنا بعد جهد بعد تعب فبدك تستنى شوي تستنى عن نتيجة طبعا مش تستنى عن الجهد الجهد لا بلش فيه من هلأ اذا ما كنت قريبا يعني نبلش فيه شايفة حتى عم تعمل توازن في موضوع الروحانيات فيه موضوع بتتمنىه جدا كتير كتير يعني بتفكر فيه طول الوقت عم بتحس حالك كتير مجروحة كتير ندمان لا مش ندمان كتير فيه موضوع ما عم تنام وانت تفكر فيه ممكن يكون عمل او سفر او فيه كمان شخص بهذا الكرت بيبين شايفيتك رح تكون متفائل اكتر وكأنك جربت التشاؤم او الطاقة السلبية وما نفعت فشايفيتك عم بتحاول تغير تفكيرك عم بتحاول تعمل كنترول فهون عم بشوفك بتحارب اول شي بعدين بتحصل على الاشياء الحلوة فشايفيتك يا برج الاسد عم تتعب عشان توصل للمواضيع المواضيع عم تتأخر قدامك ولكن في هاي الفترة نهايتها خلينا نقول عم تحصل على اللي بدك يا هون شايفيتك كمان شخص يعني بتخبي الطيبة اللي بقلبك بتخبي كل شي بقلبك بتخبي شخصيتك الحقيقية اللي هي الطيبة والبراءة بتحاول تصدر للناس هاي الفترة انه انت كتير قوي انه انت كتير يعني ماسك اعصابك كتير اه انه ليدر بس يعني هذا الاشي كويس منيح عشان ما يستغلون الاطراف التانين اه بهذا الكرت بشوف فيه اه يعني اللي هو نهاية موضوع يعني عم بكرروا الاوراق اه نفسهم نهاية موضوع اه او انه في عندك كان اه فرص كتيرة هذا بشوفه عاطفي اكتر اه كان في عندك فرص كتيرة انت ضيعتها كرمال اه شخص وهذا الشخص رح تربحه يعني انت زارك او اه خلينا نقول الصبر تبعك رح يسجيب نتيجة والانسان اللي انت بتستنى رح ييجي ان كان اه ان كنت اعزب او منفصل او كزا في شخص في بالك رح يجي نفس هذا الشخص خلينا نشوف عاطفيا شوي انسينا نقول الطاقات الطاقات كانت اه على ما اذكر ترابية مائية نارية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة عم بتكون شاعر هاي الفترة يا اسد عم بتكون مشاعرك كتير جياشة لدرجة انك ممكن تكتب شعر او انت اساسا شاعر او عم تكتب شي للحبيب حتى لو ما كان بورق ممكن على الانترنت او شي عم بتوصل رسالة معينة للشريك وحبايبي دايما بنقول ان القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية هون بيقولك انا عم بشوفه بيقولك انه البداية هلأ اذا انت كنت ناوي انك تبادر بموضوع على سبيل العاطفة تبلش موضوع فبلش فيه هلأ ما تتأخر لانه اذا اخرت شوي رح يروح عليك هذا الموضوع شايفه انه فيه كان شوف يا انثى يا ذكر يعني ما فيه مشكلة كبير بالسن ممكن يكون واقف بطريق ساعاتك او بينك وبين الشريك شايفه هذا الشخص موجود لفترة معينة وبعدين انت رح يعني خلص تكشف الامور وتبطل تبطل اللي هو تسمع وكذا رح يكون قرارك من راسك انت وهذا في مصلحة العلاقة رح يصب لانه واحدة من العوائق عم بتروح عم تنتهي شايفيتك في الماضي ما كنت تاخد او تدير بالك على علاقة العاطفية كنت مهملها جدا كان الطرف الاخر يمكن يعطي كتير كتير وانت على العكس تماما مثل هو انه يكون زي النار وانت بارد على الاخر او العكس طبعا لانه القراءة ممكن تكون عكسية ولكن بعدين بشوف في وقت لاحق بهاي الفترة طبعا اللي فتحنا عليها في نهاية هاي الفترة لا بشوف فيه اللي هو ظهور مثل قناع كان كل واحد لابسه عن التاني عشان يكون غامض عشان كتمثيل يمكن انتو عم بتمثلوا على بعض انو مبسوطين وكذا عم بشوف كشف اقنعة ان كان انت او هو الاثنين رح تتصارحوا بالامور اللي فعلا يعني بتخدم العلاقة بتوديها لمرحلة جدية هون بشوفك من بعد مشكلة معينة في مشكلة او في مش عائق في مشكلة معينة او موقف معين رح تتعرض له لدرجة انو عائلتك ممكن تتأثر في هذا الموضوع ولكن على يعني من اقصى اقصى المشاكل والنكد وكذا فجأة رح تقلب الامور لصالحك رح تكون انت في القمة رح تنتصر على هذا الموضوع ولكن هذا الموضوع يعني رح تكتشف بعدين انو كان في صالحك كان في صالحك علمك اكتر خلاك اكتر حكمة عرفك كيف تكون ناجح في النهاية هون بما انو على العاطفة بشوف انو في عواصف كتير مرت ورح تمر على العاطفة ولكن شايفي في بالاخر رواء في انتصار على هذا الموضوع من بعد ما كان في غيوم بطل فيه هون شوفوا كيف الجو والكذا والمشاكل والعوائق وشغلات كبيرة عفوا هون عم بتختفي هاي الامور وبتظهر الشمس فشايفيتك في القمة يعني بالنسبة قلتلك رح تصير شاعري اكتر رح تصير او الطرف الثاني كمان رح تشعر بالالتزام بدك تحول هاي رح يصير فيه تحويل للعلاقة رح تطور للمرحلة اللي بعدها فكمان انا بشوف هاي الورقة ممكن تكون وراء الزواج هون عم بشوف نفس الشي محكمة وعدل في جستس بالموضوع رح تتحقق في عدالة بالموضوع رح تتحقق بعديها رح يكون اللي هو الارتباط انا بشوفه ارتباط يمكن غير يشوفه اشي تاني طب خلينا نشوف ازا فيه نصيحة مثلا طب خلينا نشوف ازا فيه نصيحة ازا فيه نصيحة اه بيقول لك كون ممتن ممتن اه تطلق طاقة الامتنان اه بيقول لك كون ممتن ممتن للكون وهذا طبعا بيزيد من الطاقة الايجابية تبعتك اه كون شاكر اكتر احمد ربنا اكتر وكأنه بيقول لك كون روحاني اكتر اه على فكرة اللي بيشكر كتير حتى اللي بيشكر الناس اه بيجي له طاقة ايجابية بتتحول لطاقة ايجابية بتجي له بتزيد عنده الطاقة الايجابية اه فما بالك لما تشكر ربنا يعني بيقول لك حتى على الشغلات الصغيرة حتى لو على الصحة يعني على اي شي عندك اياه او بتملكه اه كون ممتن لاله لانه هاي الطاقة جدا مفيدة لالك خلينا نشوف كرت تاني اه بيقول لك مش كل مرة انت يعني مش تمثل مش كل مرة انت تخفي هذا الجانب البريء اللطيف منك وتحط ماسك انك اوي كتير ومش عارف ايش وهذا بيقول لك اطلع شوي يعني من هذا الموضوع اه خليك اه شوي بريء طبعا مع الناس اللي بتستاهل مش معاي ناس اه لكن بيقول لك انه ما تروح لالااااااااااااااااااااااااااااااا اكستريم في الموضوع من المواضيع خليك وسط يعني ما لهيك لهيك. فاعمل توازن شوي في شخصيتك اه ما تحاول انك اه تضغط على حالك وتظهر القوة والصلابة وانت من جوه كتير تعبان بيقولك عبر. طيب خلينا نشوف اه اوراكل تانية. والتكون من هون. بيقولك هون انه دعواتك رح تنقبل في الاخر ادعي ربنا كتير اعمل لحالك اه وكأنه عندك طقات سلبية ممكن تكون لانه بيدعيك لا الاستشفاء بيدعيك لا التقرب اكتر يمكن من ربنا من اه يعني تعميق الروحانيات اللي فيك اه ما تكون اللي هو تهتم بس بالامور العمل الماد اه كزا لا روح للروح للمشاعر روح للروحانيات اه خلي في اتصال بينك وبين القوة الكامنة اللي داخلك لانه رح توصل لاشياء كتير حلوة ازا عملت هذا الكونيكشن. طلعوا معنا كارتين خلينا نقراهم اثنين. بيقولك انه الملائكة رح تكون حواليك لحتى تقودك للاشي اللي انت بدك اياه. اه ولكن بيقولك اه انه كمان بيقولك انه كون عندك الثقة اه ببناس اللي حواليك وكأنه انت فقدت الثقة في كل الناس او قطعت علاقتك في ناس كتير. بيقولك كون شوي متوازن وحافظ على بعض العلاقات يعني مش الواحد دي اقطع حاله من كل اه الناس. اه بيقولك هون انك يعني عم تتعرض لتحديات عم تتعرض لأمور على او غدر من اصحاب من العائلة الفاميلي من اله حتى منك انت انت عم تغلط احيانا في حق الاخرين او في حق نفسك انت لا في حق نفسك انت مش ناحية الاخرين بيقولك انه اغفر يعني اطلق طاقة الغفران ما يكون عندك في حقد او غضب لانه اذا كان عندك هدول المشاعر فهم يضروك انت ما بيضروا الناس التانين فدايما بقول حتى للمظلوم ما تقول حتى للمظلوم لا تقول او تدعي على الطرف التاني او كذا خلص الله يسامحه حتى لو ما كانت طالع من قلبك او انه يعني حسب يلا هو نعم الوكيل يعني حل وسط فحباي بي برج الاسد بشوفكم بالقراءة الجاي